لكن قبل ما نستكمل أخبارنا لازم النهاردة نقول كل سنة أنت طيب لنجمنا اللي مشرفنا أكيد في الداخل وفي الخارج اللي بيرفع اسم مصر في كل تقريبا المحافل الدولية اللي بنتمنى يكون فيه منه نماذج كتير جدا اللي بنتمنى أنه هو ياخد حقه برضو في الداخل وفي الخارج اللي بنتمنى أنه هو يكون قدوة وعايز أقول لحضراتكم هو فعلا قدوة وهو يعني من التفاصيل بقى اللي ممكن البعض ما يكونش عارفها عنه هو من أكتر الناس أو البابليك فيجرز اللي بتعمل خدمات عامة وبتعمل حاجات خيرية واتكتب عنه كتير كمان في الصحف الإنجليزية عن الشق ده تحديدا فشخصية زي ما بتقال كده كاملة متكاملة كل سنة وانت طيب يا مو الصلاح عند ميلادك التلاتين يعني بص يمكن سنن أكيد برضو تلاتينات احنا بنبقاش كبار بس انت بحقق حاجات كتيرة جدا ودي حاجة كويسة ان انت في هذا العمر برضو الصغير وقدرت ان انت تتحقق كل ده فبالتوفيق ان شاء الله كمان فيما هو قادم يعني لسه في مسيرة ممتدة طبعا وسنوات كتيرة من العطاء زي ما بتقالوا تحقيق كمان الذات ورفع اسمه مصر أكتر وأكتر فكل سنة انت طيب وبنتمنى لك كلنا أن تظل ملهما كما أنت محمد صلاح شخص استثنائي إرادة استثنائية تصميم استثنائي التفكير مسبق وخطط مستقبلية بشكل استثنائي عشان فيه ناس ممكن تخلط إلى حد ما ما بين الحظ وما بين الدأب والإصرار على الوصول إلى النجاح محمد صلاح نموذج للجزء التاني من الكلام محمد صلاح ما ينفعش يكون فيه مساحة للحظ ولو حتى بنسبة كبيرة يعني ممكن يبقى فيه بس مش بنسبة كبيرة لكن المكونات الرئيسية لهذه الظاهرة الكونية العابرة للمحيطات ما جاتش من فراغ جات لأنه هو شخص استثنائي وبنتمنى له أنه يفضل استثنائي ويفضل ملهم لكل الشباب ولكل المتابعي ومحبي وعشاق كرة القدم في العالم كله كل سنة وانت طيب يا مو يا صراح وربنا يكرمك ويزيدك بوس عايزة بس أقول على حاجة هنا قبل ما ننتقل للأخبار برضو والخبر اللي جاي كريم قصة لأن أنت برضو قلت نقطة مهمة فكرة أن الواحد يبقى عنده حلم وأنه هو يحقق ويثبت نفسه محدش عارف يساعدك غير نفسك في دي لأن بنشوف نماذج كتيرة جدا ونستضيف شخصيات مختلفة أو أعمار مختلفة دايما الإرادة اللي عند البني آدم وإيمانه بذاته هو ده النجاح بتاعه يعني مش مهم على فكرة الناس شايفك ازاي صدقوني والله ما بكلم هنا اللي هم الأصغر سنة أو اللي هم الشباب الصغير جدا اللي هو لسه حيبدأ حياته لسه بيشوف من الدنيا عايزة ما يهمكش أبدا رأي أي حد فيك خالص وما يهمكش أبدا يعني محمد صلاح ما هو حضراتكم عارفين قصته هو اترفض من نادي برضو كبير في الداخل يعني قالك اللي يليق فلو أنا صدقت اللي قدامي والمقدار اللي هو شايفني به وأنا شايفة نفسي حاجته أحسن لازم أؤمن بنفسي أو أؤمن بنفسي ما يهمنيش أنت شايفني إزاي خالص المهم أنا حسبت لك على الأرض نمين فده اللي بيحصل لأي شخص ناجح بيبقى عنده إيمان وثقة في نفسه وإصرار على تحقيق الذات هتلاقي ناس بتقف ضدك هتلاقي الظروف مش معاك هتلاقي ناس بتقلل منك هتلاقي ناس بتنتقدك هتلاقي حاجات كتيرة بس لازم تكون مركز على الهدف ما لاكش دعب كل الديستركشنز أو كل الحاجات اللي بتحصل دي دي نصيحة لأن احنا مش بس عايزين نحتفل بعد ناد محمد صلاح احنا عايزين ناخده كتجربة نجحة في الحياة يعني وفيه منه طبعا نماذج كتيرة جدا في العالم كله بس احنا اللي همنا هذا النموذج القصته برضو ملهمة لأنه هو جاي من قرية معينة وظروف معينة ووليد نجريك وصدمات كتيرة قبل ما يسافر ويحقق نفسه وغيره فآمن بنفسك حط الخطة ماشية ازاي اشتغل وربنا بعد كده حيوفقك ما لكش دعوه بأي حاجة ولا كلام يتقال ولا غيره دي نصيحة وعايز اقول لك يعني انا النصيحة دي اتنصحتها من ناس اكبر مني قبل كده دايما ركز على هدفك بهمكش مين بيقولي خالص فطول ما ربنا عارف انت بتسعى ازاي وبتشتغل ازاي ربنا حيكفأك بس فيعني دي حاجة انا بتعلمها من اي قصة قصة ناكحة بصراحة ولو قصته كمان استثنائية جدا وملهمة جدا ده واحد بدايته وبداية مسيرته الكروية كانت مع فريق اتحاد باسيون لو ما كانش محمد صلاح في كل المواصفات اللي انتي بتقولي عليها دي ولو ما كانش محمد صلاح فعلا قادر على انه هو يتحدى كل المعوقات وكل الصعوبات لانه مؤمن وعارف كويس جدا انه هو شخص استثنائي كان فضل في اتحاد باسيون كان يبقى الى يومنا هذا كان هيبقى محمد صلاح اللاعب في فريق اتحاد باسيون فقبل طبعا ما ينتقل المقاولين العرب في مرخلة اللاحقة فطبعا بنتمنى له كل النجاح والتوفيق اللي بديلي ان شاء الله لانه هو حقيقي بيفرحنا وبيشرفنا اشتركوا في القناة